اشتركوا في القناة انا شرحت لكم الحصة الماضية وحكينا انها المساحة بتختلف عن المحيط بطلب مني مساحة المساحة بتكون عبارة عن مساحة الشكل الداخلية المساحة من جوه هاي تعتبر مساحة لكن في الدرس الماضي كنا نحكي عن المحيط المحيط اللي هو الاطار الخارجي للشكل المحيط احسب الاطار الخارجي للشكل كنا نحسبه بعدد اضلاع الشكل لكن المساحة رح نحسبها في عدد المربعات داخل الشكل هاي الجوة الملونة اسمها مساحة الجوة هاي هي المساحة لكن المحيط هو الإطار الخارجي ماشي لهون احنا كنا نحكي عن المحيط وعرفنا شو هم القوانين لحساب المحيط لكل من المربع ولكل من المستطيل وكيف بقيسه بالشبكة اليوم عندي المساحة واحد كيف أحسب المساحة إذا كان في عندي شبكة والمساحة اثنين كيف أحسب المساحة إذا كان عندي أطوال أضلى طيب حسن أول إشي في عندي شغلتين لازم أعرفهم يا رابع اللي هم الوحدة المربعة ومساحة الشكل الوحدة المربعة هي مربع شو يعني وحدة مربعة بالشبكة يعني كل مربع كل مربع هاذ هو وحدة كل مربع هو وحده كل مربع هو وحده وطول ظلعه وحده واحده دايما المربع هاد طول وحده من هون الظلع من هون لهون وحده واحده من هون لهون وحده واحده فعشان هيك حكالي كل مربع في هذا الشكل هو عبارة عن وحدة مربعة وحدة مربعة هسا الاختلاف هون يا ميس احنا بالمحيط او بالطول كنا نعطي سنتيمتر متر كيلومتر كنا نعطي الطول الوحدة بعادي مسمها فقط لغير لكن في المساحة بدنا نحط نصير فوق الوحدة تربيع بدنا نصير نحط تربيع يعني اذا كان في عندي سنتيمتر بدنا حط تربيع هاي للمساحة المساحة بداخل التربيع هاي لصغيرة هاي هي بتميزني عن المحيط المحيط عادي كنا نحكي هات خمسة وهذا ثلاث نحكي خمسة زائد ثلاث خمسة زائد ثلاث اجمحهم مع بعض واحكي يساوي كم سنتيمتر فقط لكن في المساحة لأ بدي احط شكل التربيع فوق الوحدة سنتيمتر مربع متر مربع طبعا احنا ما اكتب عربي احنا منكتب باللغة الانجليزية سنتيمتر مربع او متر مربع الاختلاف عندي هون يا رابع بدي اصير اللي احط الوحدة بالتربيع طيب مساحة الشكل حكينا هي عدد الوحدات المربعة اللي بيغطيها الشكل شو يعني عدد الوحدات المربعة؟ يعني عدد المربعات داخل الشبكة هاي لما بدي اقيس في الشبكة المربعة طيب شوفوهم بروح اول مثال شوفو عندي هذا الشكل يا رابع يجي هون يا مسحكالي هذا الشكل جد مساحة الشكل الاتي بروح شوفو بصلي علي اني قعد المربعة فبعد واحد ها شوفو واحد اتنين تلات اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احداش تناش تلاتاش اربعتاش اذا كم تساوي مساحة الشكل الاول بروح بكتب يا رابع مساحة الشكل تساوي اربعتاش وحدة مربعة اربعتاشر وحدة مربعة شو حكيت يا رابع هون عديت اكمل مربع كامل كامل هسا في عندي مربع غير كامل بيجي ملون نصه مش شرط يكون ملون كله هون المربعات اللي كاملة هياتها اللي ماخذة مربع كامل من شبكة المربع عديتها طلعت اربعتاشر وحدة كتبت اربعتاشر وحدة مربع سهل جدا جدا جد مساحة الشكل المجاور برضه هون اعطاني شكل هياته بالشكل بالاحمر وحكي علي احسبه انا حكيت كل مربع بساوي عندي وحدة واحدة فبروح بعد واحد اتنين تلات اربعة اذا كم مساحة الشكل هون يا رابع بروح بحكي له المساحة تساوي اربعة وحدات مربعة ماشي اربعة وحدات مربعة طيب نيجي على الشكل هاد نفس الموضوع بعد المربعات اللي عندي الشكل كامل بعدها اذا واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احداش ناشر طلعتاش اربعتاش خمستاش اذا عندي هون كم مساحة الشكل فبروح بحكي المساحة بتساوي كم من مربع طلع معاي خمستاشر وحدة مربعة هذا هو درس المساحة واحد هو مقسم لي اياهن الى درسين مساحة واحد ومساحة اثنين انا ابدأ اجمعلكو اياهن يا ميس بدرس واحد فهون عندي كيف احسب المساحة باستخدام شبكة المربعات بعد كم مربع كامل عندي بحسبو هسا شو يعني كامل وشو يعني غير كامل ايجتني مثلا يا ميس شبكة مربعات شوفو يا رابع ايجا رسملي داخل هاي الشبكة الشكل الاتي انتبهوا معاي ها شوفو ها هيك خليني احسبو حد بلا منه شوفو هذا الشكل ايجي حكالي في الشكل الاتي جد مساحة هذا الشكل طلع بدو مساحة هذا الشكل هسا هون انا يا رابع عندي مربعات كاملة ومربعات غير كاملة يعني مربع كامل مرسوم على حواف الشبكة يعني زي هاذ شو بعتبره مربع كامل هاي اخذ مربع كامل فبعدوا واحد هون مربع كامل اثنين هون مربع كامل اذا ثلاث هون مربع كامل هاي اربعة هون مربع كامل خمسة لكن هون طلعوا ما أخذ المربع كامل يا رابع أخذ جزء منه فما بعده مربع خلوا ليه على جنب هاد هياته مربع كامل إذن هون ستة هسا صفوا عندي يا ميس هذا المربع أخذ جزء منه وهذا المربع برضو أخذ جزء منه فهذا الجزء لو حطيته أنا في أعلى الجزء هاد بشكل مربع كامل ماشي يا رابع إجي تركبت هذا الجزء مع هذا الجزء يعني بدأصير تقريبا أحكي كل جزئين عبارة عن مربع فهذا الجزء مع هذا الجزء أعطاني مربع إذن صفوا ستة زائد هذا المربع إذن سبعة مساحة الشكل تساوي سبع وحدات مربعة كيف عرفت هون أنا يا رابع عملت المربعات الكاملة زي ما كنت قاعد هون عديتهم طلعوا ستة لكن حكيت عندي هون جزء وعندي هون جزء لو ركبتهم فوق بعض رح يصيروا عبارة عن مربع كامل فهو واحد ستة زائد واحد سبع وحدات مربعة هذا كان الدرس الأول اللي موجود عندي هسا لو رحنا على كتاب التمارين كتاب التمارين صفحة 62 فهون عندي بصفحة 62 يا رابع لو إجي حكي علي شو هي وحدة كل شكل من المساحة للمنطقة المظللة بدو مساحة المنطقة المظللة كنا نعد المربعات الكاملة فباجي هون أنا يامس بعد واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة أحداش اتناش طلعتاش أربعتاش خمستاش ستاش إذن هون كم ستاشر وحدة مربعة هون واحد اثنين تلات أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة أحداش اتناش إذن هون كم اتناشر وحدة مربعة هذول يا رابع واجب الشكلين هذول واجب انتو بتكون تحطولي إياهم عسا لو انتقلنا للصفحة ثلاث وستين ثلاث وستين أعطاني أشكال لكن في منها أجزاء مربعات غير كاملة فببلش أعد المربعات الكاملة شوفوا واحد هذا مش كامل ما بعده ثنين ثلاث أربعة خمسة ستة هون سبعة تمانية تسعة عشرة حداش اتناش طلعتاش أربعتاش منكمل خمسة ستة سبعتاش تمنتاش تسعتاش عشرين منشوف هذ غير كامل واحد وعشرين تنين وعشرين تلات وعشرين أربعة وعشرين هسا شو ظل عندي هاي المربعات الكاملة ثلاث أربعة وعشرين طيب الغير كاملة عشان أجمحهم مع بعض عندي الغير كاملة عشان أجمحهم مع بعض طلوا علي لو اجيت يامس هاذ مع هاذ لو حطيتهم ملاسقات مع بعض هاذ مع هاذ بشكله لمربع إذن هاذ مربع أول شوفوا كمان شو ظل علي أجزاء ظل علي هاذ مع هاذ لو جمعتهم مع بعض يامس هذول برضو رح يعطوني إيش مربع إذن هذا الجزء مع هذا الجزء بعطيني مربع وهذا الجزء مع هذا الجزء بعطيني مربع أو بدك تحكي بطريقة أخرى أنه هاذ مع هاذ بعطي مربع وهاذ مع هاذ مربع إذن بالإضافة عندي يامس للأربعة وعشرين المربعات الكاملة عندي غير كاملة مربعين فأربعة وعشرين زائد اثنين صارت ستة وعشرين وحدة مربع ماشي يا رابع كيف عرفت عندي مربعات كاملة زي ما كنت أعد هون بعدها لكن الغير كاملة جمعتهم وحطيتهم في مربع واحد شوفوا عندي هون ميس مثلا نيجي نحكي عن الشكل هاذ بعد المربعات الكاملة واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة هذول مرسومات كاملات مخذات هيا ها مربع كامل مربع كامل هس في أجزاء مخذة مربعات غير كاملة شوفوا شو هي هاي واحد وهاي واحد لو جمعتهم مع بعض هاي أول مربع طيب عندي هون برضو هاي واحدة مع هاي لو جمعتهم هذول مع بعض هاي مربع ثاني طيب عندي هذا الجزء مع هذا الجزء هاي مربع ثالث عندي هذا الجزء مع هذا الجزء مربع رابع وعندي هذا مع هذا مربع خامس إذن الكاملة عندي هون طلعت بالشكل تسعة الغير كاملة المجزء اللي أنا جمعتها طلعت خمسة فبجمع تسعة زائد خمسة أربعة 18 وحدة مربعة هذول لكم يا رابع واجب إذن أنا صار عندي واجبين واجب عندي صفحة 62 هذول وعندي بدي المساحة لهذول برضو واجب صفحة 63 هاد درس المساحة واحد يا رابع هلا رح ننطق درس المساحة الثنين درس المساحة الثنين شو بختلف عن درس المساحة واحد بيكون بس معطيني يا رابع أطوال طول طلعوا كاف مس نيجي هون أول إشي حكينا المساحة هي مساحة الشكل من جوه وليس الإطار الإطار محيط المساحة من جوه هي مساحة الشكل فعندي مساحة مستطيل وعندي مساحة مربع هس أنا بعرف يا رابع أول إشي لما أخذنا عن المحيط تعرفنا على شكل المستطيل وتعرفنا على شكل المربع حكينا المضلع اللي أطوال أضلعه متساوية هو مربع المضلع اللي عندي كل ظلعين متقابلين متساويا في الطول هاد إش اسمه مستطيل فهون عندي يا رابع مساحة مستطيل ومساحة مربع هذول قانونين يا مست لازم نحفظهم ما هي مساحة المستطيل وما هي مساحة المربع مساحة المستطيل طلعوا الطول عندي طول وعندي عرض الطول والعرض بروح بحكي مساحة المستطيل شو تساوي؟ الطول ضرب العرض هاي عندي قانون لازم أحفظه الطول ضرب العرض محيط المستطيل كان اثنين ضرب طول زائد العرض بختلف لكن هون مساحة عندي طول ضرب العرض لكن مساحة المربع عندي الظلع في الظلع يعني طول الظلع تربيع الظلع في الظلع لأنه متساوي طول الظلع في المربع لكن أنا عندي هون الوحدة في الطول كنت أكتب سانتيمتر متر كيلو متر هسا بالمساحة شو بدي أصير أعمل سانتيمتر تربيع أحط التربيع للصغيرة متر تربيع كيلو متر تربيع الوحدة دايما اللي بدي أستخدمها في المساحة بدي أصير أحض التربيع هاي الصغيرة فوق الوحدة يا رابع طيب بني يجي هون بس بدي أعرف الشكل هل هو مستطيل أو مربع عشان أعرف أنه قانون أستخدم فمثلا عندي هون جد مساحة المستطيل الآتي رسم لي وحكالي جدي مساحته هس أنا إذا ما حكالي هون مستطيل حكالي جدي مساحة الشكل الآتي بروح بتطلع إذا أطوال الأضلاع مختلفة بيكون الشكل مستطيل حكينا إذا أطوال الأضلاع متساوية بيكون الشكل مربع فبروح هون بحل يا رابع بحكي شو مساحة المستطيل اللي أنا حفظتها شو بتساوي الطول ضرب العرض ويساوي كم الطول عندي يا رابع ثلاث ضرب العرض ثمانية ثلاث ضرب ثمانية يا رابع كم يا مس أربعة وعشرين وشو كتبنا هون الوحدة سانتيمتر لكن في المساحة شو بحطها تربيع فبكتب له سانتيمتر مربع هذا هو الحل بسيط جدا يا رابع كيف يا مس طلعت مساحة الشكل حكيت أطلعه أطوالهن مختلفة وحدة ثمانية وحدة ثلاث إذن الشكل مستطيل فروحت حكيت الطول ضرب العرض مساحة المستطيل الطول ضرب العرض الطول كم يا مس ثلاث العرض كم يا مس ثمانية ثلاث ضرب ثمانية أربعة وعشرين الوحدة بحطها تربيع منيجي هون أعطاني جد مساحة الشكل الآتي ورحت حكيت هذ أربعة هذ أربعة إذن الشكل ماله مربع إذن مساحة المربع شو تساوي من حيث القانون اللي أنا حفظته الظلع ضرب الظلع ويساوي الظلع هذ كم يا مس أربعة هاي أربعة سانتي ضرب الظلع أربعة سانتي ويساوي أربعة في أربعة ستعشر سانتي متر الوحدة لكن في المساحة شو بحطها هون تربيع إذن طلعت عندي مساحة الشكل ستعشر متر تربيع هل في صعوبة بالموضوع لا إذا حفظت القوانين يا رابع ضرب نعرف نحل هذا هو درس المساحة 2 آخر درس بالوحدة شو هو يا مس بس كيف أعرف إنه الشكل هل هو مستطيل أو مربع وأستخدم القانون إذا كان أطوال الأضلع مختلفة بيكون الشكل مستطيل فهون عندي يا مس كتاب التمارين صفحة 64 احسب مساحة كل من الشكل أعطاني هون خمسة وهون خمسة إذن شو الشكل الشكل مربع ما مساحة المربع تساوي الضلع ضرب الضلع يعني إيش يا مس خمسة ضرب خمسة خمسة ضرب خمسة خمسة وعشرين سنتيمتر مربع طيب نيجي لهون يا مس إذن هون عندي ثمانية وهون ستة إذن شو الشكل مستطيل لأنه الأطوال مختلفة فماذا تساوي المساحة الطول ضرب العرض الطول يا مس ثمانية والعرض ستة فبصير ثمانية ضرب ستة ثمانية ضرب ستة يا مس كم ثمانية واربعين سنتيمتر مربع وهكذا هاي واجب حلوا ليها طيب طلعوا هون لو اجيت حكيت بتحدي اثنين جد مساحة كل شكل مما يلي هون عندي الطول خمسة وخمسين عرض الملعب ميت متر فإذا هون حكي علي احسب مساحة الملعب بحكي العقل الطول طلع عندي خمسة وخمسين والعرض مية الأطلاع مختلفة إذن شو الشكل شكله مستطيل الملعب فهي ما مساحة المستطيل تساوي طول ضرب العرض شو الطول حكينا خمسة وخمسين ضرب العرض ميت متر فبقهو شو بدو يا مس لكن بدو ياها بالسانتي متر إما بضرب وبعدين بحول للسانتي الجواب النهائي أو من الأول بحول من متر لسانتي خليني أضرب عشان أسهلي بعدين بحول لسانتي هون بالضرب بنزلوا الأصفار واحد في خمسة وخمسين خمسة وخمسين إذن خمسة الاف وخمسمية لكن هون طلع عندي بالكم بالمتر بدي أحول من متر لسانتي متر إذا حولت يا مس من متر لسانتي متر حكينا دايما منضرب في كم منضرب في مية فالصفرين اللي عندي هون بنزلوا بعدين بنزل الرقم زي ما هو صفرين خمسة وخمسين إذن طلع عندي كم يا مس بضرب في مية حتى أحوله لسانتي متر هون ليش ضربت في مية للتحويل إلى سانتي متر أنا هون طلعت الوحدة معاي بالمتر لكن هو طالب المساحة بالسانتي متر فحولت من خلال لإني ضربت الجواب اللي كان معاي في مية لأنه دايما لما بدي أحول من متر لسانتي متر وإحنا نازلين منضرب في مية هاي هي طيب نيجي على الشكل هاد عندي صورة أعطاني إياها بالسانتي متر الطول عشرين والعرض أربعين إذن شو شكل اللي صورة مستطيل إذن ماذا تساوي مساحته الطول ضرب العرض الطول عشرين ضرب العرض أربعين شو رح تساوي الصفرين بنزلو واثنين في أربعة ثمانية إذن كم المساحة ثمانمية سانتي متر مربع جاهزة بس هي ثمانمية دايما بأخذ الطول وبضربه في العرض هلأ هون حكالي في تحدي ثلاث جد مساحة كل صور فيما يأتي وحط إشارة صح إذا كان علبة الديهان هل بتكفي دهن الصور أو لا كيف بعرف بطلع المساحة إذا كانت هون شو حكالي عندي كل علبة الديهان يعني بتكفي حتى إني أدهن عشرين متر عشرين متر مربع على الأكثر يعني يا عشرين يا أقل من عشرين إذن علبة الديهان عندي بتكفي إني أدهن مساحة صور إما عشرين متر مربع أو أقل فبروح بطلع مساحة كل صور من هدول حسن هون عندي في اختلاف طلعوا عندي هاي بالمتر وهاي بالصانتيمتر بشوف شو طالب مني وبحول عليها هون متر هون صانتيمتر إذا بدي أحول من صانتي لمتر دايما التحويل من صانتي لمتر نقسم على كم على مية من صانتي إلى متر بقسم عكم بدي أقسم هاي تقسيم مية لما بقسمها تقسيم مية الصفر مع الصفر بروح الصفر مع الصفر بروح بتصير ستة متر صارت عندي هون أربعة متر وهاي ستة متر فبروح بحكي أربعة ضرب ستة كم تساوي أربعة وعشرين متر مربع هاي المساحة السوري الأول عندي هون جاهزة ستة متر ثلاثة متر يها بالمتر جاهزة ستة ضرب ثلاث ستة ضرب ثلاث يامس كم ستة متر ضرب ثلاث ثمانتاشر متر مربع من روح آخر صور نشوف آخر صور عندي هون سنتيمتر وهون سنتيمتر بدي أحول من لا إيش لمتر لأن الوحدة المطلوبة متر فبحول هاي لو بدي أحوله لمتر بقسمه عالمية لأنه تحويل من سنتيمتر لمتر نقسم عالمية فصفر مع صفر بروح صفر مع صفر بروح بتصفي خمسة متر وهاي كم برضه بقسم عالمية بتصير أربعة متر إذن عندي هون أربعة متر الطول وعندي العرض خمسة متر فهون عندي هاي أربعة متر وهاي خمسة متر إذن ماذا تساوي المساحة أربعة ضرب خمسة وتساوي 20 متر مربع حسابنا نحط صح عندي اللي بكفي علبة الديهان لدهنه اولى 24 هون شو حكالي بتكفي 20 متر هون كم عندي 24 اذا هاي لا تكفي 18 متر مربع هل تكفي لها اكيد نعم هون لا تكفي هون بلى اسفة 20 على الاكثر بالضبط اكيد رح تكفي يعني يا دوبها هون حكالي 20 وهاي طلعت معي 20 اذا نعم وال18 نعم 24 اكبر منها اذا لا تكفي هون اختلف السؤال اعطاني مساحة واعطاني عرض وحكالي احسب الطول مجهول طلع علي انا بعرف انه المساحة شو تساوي يا رابع تساوي الظلع هذا ايش الشكل بين علي مربع بس حتى لو مش مربع الطول في العرض ماشي الظلع ضرب الظلع او نحكي الطول ضرب العرض لانه انا ما بعرف انه هل هو مربع او لا المساحة هون كم هيو اعطاني اياها اعطاني انها المساحة 64 64 والعرض يا ميس ثمانية ضل بده الطول فبروح بقسم 64 تقسيم ثمانية 64 تقسيم ثمانية حتى اشوف كم ضايل عندي لا الطول 64 تقسيم ثمانية كم يا ميس ثمانية يعني شو العدد اللي بضربه في ثمانية بعطيني الاربع وستين الثمانية واعطاني هون الوحدة شمالها بالمتر اذا طلع عندي ثمانية متر اذا هون ثمانية في ثمانية 64 طلع الشكل مربع اذا كيف عرفت بعرف انها المساحة تساوي الطول هاي المساحة تساوي الطول ضرب العرض وهو اعطاني هون انها المساحة كم 64 كتبتها تحت المساحة يساوي الطول هياته مجهول بكتب الطول ضرب العرض كم يا ميس العرض هياته ثمانية فارحت قسمت الاربع وستين على ثمانية عشان أعرف كم الطول اربع وستين تقسيم ثمانية فيها بثمانية لأنه ثمانية في ثمانية اربع وستين طلع ثمانية متر طب تطلع عندي هون يا ميس هون أعطاني المساحة كلها كم ميتان واربعين متر وحكايا لي طلع الطول إذا كان العرض كم اثناش بروح بقسم الامتان واربعين تقسيم اثناش كيف منقسمها يا رابع قسمة طويلة باجي بقسمها على جنب يا رابع 240 تقسيم 12 زي ما كنا نقسم على جنب عندي 24 تقسيم 12 فيها العدد الاول لا يقبل باخد عددين 24 تقسيم 12 فيها ب2 2 ضرب 2 4 2 ضرب 1 2 اذا 4 ناقص 4 0 2 ناقص 2 0 شو ضل عندي الصفر برفعه اذا كم الطول 20 متر اذا كم الطول 20 لما قسمت طلع عندي 20 متر هاد كان درس المساحة يا رابع رح اصور لكم حلول التمارين كتاب التمارين اللي انا حليتهم رح اخلي لك الواجب عشان انت تحله المسا باذن الله ببعث لكم الحلول اذا الواجب عندي فرع جيم من صفحة 64 الشكل ها تطلع مساحته وعندي تحدي اثنين الشكلين هدول وتحدي واحد كمان الشكلين تطلعهم هاي هو درس المساحة يا رابع يعطيكو الف عافية يا مس موسيقى